وهؤلاء متفعلين من الحارة وزارة الصحامة أردت تدخل للإصابة ما نفعل يا أخي نحن نحن نقول نجل لهم هنا الآدمي مطرح من كل حالة ولا حاجة بزة رجعنا ندخل للإصابة إحنا أهل الحارة تبدو صنعاء وكأنها في حالة عزاء متواصلة منذ أيام في ظل أخبار الموت المفزعة القادمة من هناك يوميا تخرج عدد من الجنازات من جميع أحياء صنعاء فيما تتكتم سلطات الحوثيين على الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات بوباء يعتقد أنه فيروس كورونا تقول الأرقام العالمية أن نسبة المتعافين من الفيروس تصل إلى 80% من المصابين لكن الأرقام في صنعاء تقول شيئا آخر فنسبة الوفيات تشير إلى كارثة غير مسبوقة تتعامل ميليشي الحوثي مع وباء كورونا كملف أمني كما صرحت منظمة حقوقية دولية فيما أصبح المواطنون يخشون من معرفة الحوثيين بأي حالة إصابة بكورونا أكثر من خوفهم من الوباء نفسه إذ تقول الأنباء أن كثيرا من المصابين في صنعاء لقوا حتفهم خلال يوم أو يومين في ظروف غامضة لا تتطابق مع ما يحدث في بقية بلدان العالم رابطة أمهات المختطفين كشفت عن إصابة اثنين من نزلاء السجن المركزي بصنعاء ودعت لإخلاء السجون من المختطفين والمخفيين قسرا وعدم تركهم فرسة سهلة لوباء كورونا ما الذي يحدث في صنعاء إذن؟ لا معلومات حقيقية ولا شفافية في التعامل مع الوباء في ظل حكم الميليشيا الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى إلى تقليص نشاطها الطبي في مناطق سيطرة الحوثيين بعد فشلها في الضغط عليهم لاعتماد مبدأ الشفافية تتعامل ميليشيا الحوثي مع ما يحدث بشكل كارثي لكن هذا لا يعفل آخرين الذين يبدو وكأنه لا يهمهم مصير اليمنيين الواقعين تحت سلطتها تبدو الدول ذات العلاقة بالأزمة اليمنية غير مكترثة بدعم المنظومة الصحية في البلد حتى بأبسط الأدوات التي يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح فيما تكتفي الحكومة الشرعية بالتغريد من الرياض وإلقاء الاتهامات فمن سيقف إلى جانب اليمنيين في محنتهم؟ اشتركوا في القناة